والطالب من ديوان بيتعلم بحث علمي بالإضافة إلى المعرفة دي هو اللي بيتعلمه ده بيعود عليه في إيه فيشتغل في البحث العلم ويتعلم إزاي يبحث عن المعلومة بنفسه لأن أستاذ يوسف لو بنتكلم على سوق العمل سوق العمل دينامي جدا جدا وممكن أنا أدخل طالب النهار دا الجامعة وعلى ما يتخرج يكون سوق العمل تحول لو ما كانش أنا عندي مرونة في طريق تعليم الطالب وأعلمه إزاي هو يبحث عن المعلومة عشان بعد ما يطلع من عندي يستطيع أنه هو يكون فلاكسبل ويكون يقدر يطور نفسه ويبقى عارف إيه الجديد في السوق ومتعلم كيفية مواقبة هذا الجديد بنفسه يكون متعلم مدى الحياة هيبقى الخديجي بتاعنا دا خديجي هاش ومحتاج طول وقت حد يعلمه حاجة إحنا بنعلمه داخل الجامعة من أول يوم كيف يستطيع تعليم نفسه أنه يكون خديج جامعة من الجيل الرابع يعني مبتكب يعني مبدع يعني فنان ومش متوقف عن الحتة يعني كان زمان على أيامي أنا اتخرقت سبعة وتسعين فمسأ كان علي قبل يقولك إيه ده داخل الكمبيوتر ساينس يعني بقى اللي هو ده خلاص ده جامد جدا ده ده اللي هيجيب الدب من ديله بعد كده لقينا إنه المسألة بقى بقى في حاجة تانية والنهار ده لعب بتتكلم في روباتيكس وفي AI وفي حدوتة تانية خالص الكمبيوتر ساينس حداري بتتكلم فيه دلوقتي بقى عندنا مثلا مش كومبيوتر ساينس بس ده احنا كومبيوتر ساينس وإنجينيرين كومبيوتين في كل واحد من دول أربع مسارات ده الانترنت والهاي برفورمانس كومبيوتين والكلاود كومبيوتين والAI حضرك ده عندي فيها تخصصين فيه هندسة الزكاء الاصطناعي وفيه علوم الزكاء الاصطناعي وعندنا البيك ديتا أناليتكس طبعا ما انت بتتحول بقى عندك داتا كبيرة الداتا الكبيرة دي لو ما كانش فيه حد يحلل هذه الداتا عشان تتحول لمعلومة عشان تساعد في اتخاذ قرار رشيد يبقى احنا ما عملاش حاجة عندنا هندسة البرمجيات عندنا من المساهمات الكبيرة في الاقتصاد الهندي بس هندسة البرمجيات ووقعت في مكانه يصدر برمجيات ويقوم برمجيات لكل العالم فاحنا في جامعة المنصورة الجديدة بس الجزء بتاع الحاسب الآلي بس او التحول الرقمي فيه عندنا ما يقرب من أربع كليات داخل جامعة المنصورة الجديدة بتعالج هذا الأمر فقط ترجمة نانسي قنقر